انضم إلينا من بيروت الدكتور علي حمية الكاتب والباحث السياسي دكتور علي ورحب بك معنا يعني في ظرف أسبوع يتحدث حسن صلى الله مرتين ويصعد حتى في اللهجة في المرة الثانية يعني هذه الرسائل إلى ماذا تشير على المستوى العملي لأنه يتحدث دائما على الغموض الاستراتيجي صبر الاستراتيجي عمليا على الأرض الجميع في الانتظار تحياتي إلك ولكل المشاهدين الأعزاء أعتقد بأن الموضوع هو ليس فقط في تقارب الخطابين فيما بينهما ولكن لحساسية الوضع الموجود فهناك انتقال إلى حالات يعني لم يعد هناك قواعد اجتباك أحد يتمثل بها أو أن هناك الردع الحربي أو الردع الحربي من توسيع الدوائر بعد حزب الله يعني يعلن للعدو الإسرائيلي بأن العدو هو من صعد هو من قام باختيال القائد الشهيد إسماعيل هني في طهران هو من صعد بضرب الضاحية وقتل القائد العسكري في حزب الله السيد شكر فؤاد شكر وهو من هاجم الحديدة وبالتالي كذلك توافق ذلك مع ضرب شمال بابل في العراق أي أن التوسع بمروحة الاعتداءات الإسرائيلية هي من بدأت بها وهي من صعدت وهي من تحاول أن تغير بالمعادلات على الأرض لا يمكن للعدو الإسرائيلي يقول السيد حسن نصر الله لا يمكن للعدو الإسرائيلي توسيع مروحة الاعتداءات أو أنه يقوم بإعلان إنجاز إن كان بجريمة اغتيال السيد هنية أو السيد شكر ويفلت بها لا يمكن له الإفلات من العقاب عندما يقوم العدو الإسرائيلي بالتصعيد لا بد من أن الرد من محور المقاومة أن يكون على قدر التصعيد الإسرائيلي وهنا أتى الموضوع بأن الرد لربما يكون من كل جهات المحور أو يكون منفصلا ولكن لم يتطرق سماحة الأمين العام إلى موضوع أن هل الرد سيكون على هدف واحد أم على أهداف متفرقة ولا التوقيت ولا أي نوع من أنواع الأسلحة التي سيتم إطلاقها هل ستكون من الأسلحة الأساسية أم من الأسلحة التقليدية التي تطلق كل يوم هذا الموضوع يكيف العدو الإسرائيلي والعدو الإسرائيلي يتجرع الألمور كل يوم بانتظار الرد بالضبط في هذه النقطة هل يمكن أن تطول فترة الانتظار أو أن تكون من سياسة الرد هو تأخيره لمزيد فرض الضغط على إسرائيل أنا دائما أعتقد بأن الوقت هو بصالح محور المقاومة لا العدو الإسرائيلي وبالتالي التأخير أو عدم التأخير هذا ما ستثبته كما قال الأمين العام السيد حسن نصر الله هذا ما سيثبت أو تثبته الأيام والليالي والميدان أنا أعتقد إلى هنا محاولة ردع العدو الإسرائيلي من توسيع دوائر الحرب ولم يمتثل بها لا بعد هدهد واحد ولا اثنين ولا ثلاثة وقام بالتصعيد إذن عملية الرد وعملية الرد كل ما تأخر الوقت كل ما كان الرد أقوى بكثير وهذا ما لا يريده العدو الإسرائيلي أعتقد بأنه كذلك يعني بالبداية كانت الولايات المتحدة الأمريكية وفق التحليلات بأنها هي من تريد استمرار الحرب وتعطي المهل للعدو الإسرائيلي الآن نرى بأن أمريكا واقعة في مشكلة بأن نتنياهو هو من يريد استكمال الحرب ويقع بالأخطاء وبالتصاعد بالمعركة وبالتالي يجر المنطقة إذا ما قررنا عملية توسع الحرب في أوكرانيا وبالتكاليف الباهظة للأمريكي ولحلف الناتو هناك وكذلك التكاليف الباهظة التي يدفعها الحلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية من أجل العدو الإسرائيلي ضد غزة وعلى منطقة صغيرة يجعل من الأمريكي يقوم بالدوس على المكابح لأن ما يقوم به الإسرائيلي إلى الآن لم يجدي نفعا وإذا استكمل هذا الطريق فإن هناك مشكلة استراتيجية وضيع استراتيجي للعدو الإسرائيلي فإذن الرد لن يكون في حالة العجلة الرد الاستراتيجي قادم وقد تعودوا على أن عندما يقول كلمة السيد حسن نصر الله فإنه ينفذها وأن الرد الاستراتيجي قادم وأن الأسلحة الأساسية لربما يتم استخدامها وهناك قول قد أرعب لربما العدو الإسرائيلي بأن كما تخترقون جدار الصوت فوق بيروت لربما باستطاعتنا اختراق جدار الصوت فوق تل أبيب أيضا هذا جانب من أثار تأخير الرد لكن أيضا قد يكون من أثار تأخير الرد هو أن تبرد العاطفة الجياشة لدى الجمهور محور المقاومة وبالتالي أي كان الرد بعد ذلك ربما يصبح مقبولا ليس كما يكون في الفترة الأولى لابد أن يكون قويا وفي جانب فرجوي واستعراضي كبير يعني قد اعتدنا على الردود من قبل محور المقاومة وبالأخص في السنوات القليلة الماضية بأنه لا يعمل بواقع ردات الفاعل ولا التفاعل السريع ولكن يعمل بواقع التفاعل الاستراتيجي الذي أصبحنا نرى بانقلاب الصورة بأن محور المقاومة بالأخص المقاومة في لبنان وفي فلسطين بأنها تقوم باستخدام وعلى مراحل التصعيد بالتصعيد وغير مستعجلة على رمي كامل الحمولة من اليوم الأول كما قام به العدو الإسرائيلي طب إلى الآن العدو الإسرائيلي استخدم كامل قواه من سلاح الطيران إلى القبم الحديدية إلى الرادارات إلى المسيرات إلى استخدام كامل الأنشطة التجسسية وهذا حده المقاومة إلى الآن لم تستخدم كل القدرات وقد شاهدنا بأن غزة قد قصفت غلاف غزة الأمس يعني ما تزال هناك القدرة على إطلاق صواريخ بعيدة المدى أقل 75 كيلو متر وكذلك محور المقاومة من لبنان يستطيع إلى الآن يعني لم يستخدم أي أسلحة دقيقة وقد أعرب عن ذلك من ضمن الخطاب بأن هناك ردع أقوى بأن لدى العدو الإسرائيلي تراكم الاقتصاد في الشمال على مدى 35 سنة تم بناءه ولم يتم المساس به وهو يفوق 200 مليار دولار لربما يمكن محه بساعة وبساعة قتال وبضربة واحدة وكذلك هناك شيء آخر لربما لم يتطرق إليه سماحة الأمين العام بأن هناك كذلك المراكز الأبحاث النووية وليس المفاعل النووية الموجودة أيضا ضمن منطقة الشمال التي تؤثر على الصناعات العسكرية الإسرائيلية وتسارع عمليات الصناعات العسكرية إذن هناك مأزق كبير لدى نتنياهو وأنا أعتقد بأنه لربما إذا أراد الأمريكي أو المعارضة في داخل العدو الإسرائيلي أو لربما حلفاء نتنياهو التخلص من هذا المأزق لربما يكون كبش الفداء هو نتنياهو إما وضعه في السجن وإما أن يكون مصيره كمصير إسحاق رابين في أواخر التسعينات من القرن الماضي شكرا لك علي عمي الدكتور علي حمي الكاتب البحث السياسي كنت معنا من بيروت شكرا لك